ايو الاخوة والاخوات السلام عليكم مرحبا بكم جميعا تحية الاحرار في المغرب وخارج المغرب تحية المناضلين تحية تحية جميع الناس اللي كيخروا وتهضروا بصراحة وتحاولوا يفهموا تحاولوا يفهموا الناس تحاولوا يعرفوا تحاولوا يعرفوا الناس على ما يقعوا في المغرب لان اللي كيبقع في المغرب هي مهزالة اللي كيبقع في المغرب هي جريمة في حق المواطنين في حق الشعب في حقي واحد تعتبر راته مغرب كيف ما كان عرفو الظروف العالمية اللي وقعت في السنوات الأخيرة الجائحة الكورونا الحرب دي الأوكرانيا ربسيا أوكرانيا يعني المشاكل الاقتصادية الدولية عدة عدة أشياء مثلا اللي عرات على الحقائق بعض الدول اللي كانت تخبة وراء بعض 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 الأشياء اللي كتحاول تخليها ما كتبيرش الحقيقة دي البلاد الحقيقة دي الشعب ومن بين هالدول المغرب المغرب اللي الجائحة كانت وسيلة اللي عرات على الحقيقة دي النظام المغربي كيف ما كان عرفو أن المغرب فيه دولتين في دولة الفقراء ودولة الأغنية هذه الأشكال يعني العدد كبير دي العياشة في المغرب أنهم ينتمون إلى هالطبقات الناس اللي ما عاشوا وش الفقر الناس اللي ما عاشوا وش التهميش الناس اللي ما عاشوا وش الحقرة يعني شيء عادي هاد الناس سوف يخرجون ويدافون على النظام المغربي ويقول لك المغرب يزوين ويقول لك المغرب يتخدم شيء عادي عندهم مثلا يحتاكرون المال ويحتاكرون السلطة يقومون على احتكار حتى وسائل الإعلام ويقومون على احتكار حتى وسائل الإعلام المغربي والإعلام المغربي هو مرخص للناس الذين يطبرون للنظام يعني الناس الذين يطبرون للنظام هم اللي عندهم بالحق يخرجوا في الإعلام ويخرجوا في وسائل الإعلام وما كيش لكي يبرطهم ولكن لو كنت في من الناس الذين يحاربوا الفساد انت ما عندكش الحق تهضر انت خائن انت تخدم الروندات الأجنبية على ذكر هذا الشيء اللي يقدرنا عليه كين هاد وحد تقرير اللي يخرج على الأوضاع في المغرب اللي يقول الفقر في المغرب جريمة سياسية يرتكبها النظام القائم إلى حدود الأمث القريب كان عدد الفقراء من أسرار الدولة كانت الأبحاث الميدانية تعري عن عمق الظاهرة وعن انتشارها لكنها لم تسعف أصحاب هذه الأبحاث بتقدير العدد الإجمالي الفقراء في المغرب بلد الفلاحة والمعادن والخيرات الموجودة في باطل الأرض وعلى سطحها وفي بحارها الممتدة حلت جائحة كوفيد-19 وطبق قانون طوارئ الصحية وأغلقت أبواب المنازيل وأزقت الأحياء الشعبية على المواطنات والمواطنين وتوقف تقريبا العجلة الاقتصادية في وجهة الدولة نفسها وجها لوجه مع حقيقة أن الجزء الأعظم من الشعب يعيش ليومه ولا يملك قوة الغد فكانت إجراءات توزيع الدعم لإسكاة المطالب وإخماد أي انتفاض للجياء ولأن الدولة لا تملك ما يمكنها تلبية مطالب المواطنين المحتاجين اضطرت أن تكشف عن بعض الحقائق ومنها حجم المحتاجين للدعم والطلع المغاربة بأن أكثر من خمسة ملايين أسرة تلقت الدعم أو هي تنتظره هذا الرقم الرهيب عرى باحتشام عن حقيقة أن أكثر من خمسة وعشرين مليون مواطن ومواطنة هم في حاجة مساء لهذا الدعم أكثر من خمسة وعشرين مليون هم في حالة فقر ومنهم من يوجد تحت عتبة الفقر المدقع هذا الرقم المهول لعدد الفقراء بالمغرب بات يحصل على ما يوضح أكثر ويجعل منه حقيقة اجتماعية وليس تبريرا دماغوجيا للخطابي الرسمي ليتنصل من واجبات الدولة ونظامها القائم في إصداراتها الأخيرة تخبرنا المندوبية الساملة التخطيط بكون أكثر من 80% من المغاربة لا يدخرون فمعلوم أن من يستطيع الإدخار هو من يخصص جزء من دخله إلى التوفير ولا يصرفه إلا في حاجته الأساسية ومتطلبات أسرته إن حجم الفقر وخطورة تفشيه يعتبر نتيجة مباشرة للسياسات العمومية التي انتهجت الدولة المغربية منذ السنوات الأولى للاستقلال الشكلي إن الفقر هو نتيجة تركم التروى في يد كومشا من الإحتكاريين من البرجوازية الطفيلية وكبار ملك الأراضي وكبار موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومختلف مكونات المافيا المخزنية التي توظف النفوذ السياسي والجه الاجتماعي لكي تسرق وتسطو على لقمة عيش الغالبية الصاحقة من الشعب المغربي إن هذه الشرديمة تسرق هذه الخيرات وهي تخدم مصالح الشركة الإمبريالية الفرنسية وغيرها وتخدم السياسات التي تمليها عليها المؤسسات الإمبريالية كالبنك العالمي والصندوق النقد الدولي باعتبارهما مؤسسات ترعى مصالح الإمبريالية وتحافظ على الشعوب تحت السيطرة حتى تسهل عملية السطو على خيرات بلدانها إن الفقر جريمة السياسية تقوم بها الكتلة الطبقية السائدة ويسهر عليها النظام القائم إن الفقر حالة اجتماعية يمكن التخلص منها لما تجتمع كلمة الشعب المقهور لانتزاع حقه من اللصوص وأسيادهم هذا هو الواقع في المغرب كالقاو أن المال والسلطة والجاه هذ الناس اللي يملكوا هذ المكونات هذه هما اللي يسيطروا على المغرب في غياب الالتفاف للطبقة الفقيرة اللي ما كتقدرش توفر حتى قوتها اليومي وهذا الشي عادي وهذا الشي دب هذا هو المشكل اللي يواقع في المغرب أن المغاربة ولا عندما تشي عادي الإنسان عندهم فقر ولا جيعان ولا مقهور ولا مقموع ولا سميد يعني الإنسان المغربي بكثرة القمع وبكثرة التصرفات اللي كيقوم بهالنظام في المغرب ولا كيتعايش مع هالتصرفات والمواطن المغربي هذه أشياء عادية الإنسان يكون فقير ما تكونش عنده حقوق يعني مسائل مدى عادية ومدى يتعايش مع المواطن المغربي كيف يتعايش مع الفساد كيف يتعايش مع الرشوة كيف يتعايش مع الضعارة اشياء مدى المواطن المغربي يتولد فيها وينشأوا فيها ويشوفها من طفولة ديالي وحتى تبلي شيء عادية فقاش كيف يفهم الإنسان والمواطن هذه الأشياء هذه حتى يخرج من بلاده ويعيش واحد النوع من الديمقراطية والكرمة والحقوق والبسائل المهمة عاد كيف يوعى بدك شيء يطرف المغرب هذا هو الواقع اللي كنعيشوه وهذه هي الحالة اللي كيعيش المغرب وسوف ننتظر وننتظر كيف موجود لكم يعني لما يستيقضوا هذا الشعب من سباته العميق ولما يعني ذاك المفعول دي المخدير اللي كي يعطيه لي النظام ما يبقاش عنده تأثير وغنشوفوا الأوضاع في النغاية تتمشي والإخوة والأخوات يعني تبارك الله عليكم ويوم سعيد وإلى اللقاء وعطلة سعيدة للجميع وتبارك الله عليكم